الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين أما بعد فأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منكم وأن يرزقكم الإخلاص وأن يجعلكم موفقين في كل أموركم رزقكم الله علماً نافعاً وعملاً صالحاً ونيةً خالصة وبعد هذا درس جديد من دروسنا في كتاب الأذان من مختصر صحيح الإمام البخاري ورحمه الله تعالى وغفر له وجزاه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء فلعل نقرأ شيئاً من أحاديث هذا الصحيح نعم الحمد لله رب العالمين وصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين عن أنس رضي الله عنه قال قال رجل من الأنصار إني لا أستطيع الصلاة معك وكان رجلاً ضخماً فصنع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم طعاماً فدعاه إلى منزله فزاره وطعم عنده فلما أراد أن يخرج أمر بمكان من البيت فبسط له حصيراً ونضح طرف الحصير بماء فصل عليه ركعتين ودعا لهم فقال فلان ابن فلان رجل من آل الجارود لأنس أكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصل الضحى قال ما رأيته صلىها إلا يومئذ قوله في هذا الحديث قال رجل من الأنصار إني لا أستطيع الصلاة معك يعني عنده عذر يمنعه من الصلاة وذلك أنه كان رجلاً ضخماً لا يستطيع المشي فصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاماً فيه أن العاجزة عن الذهاب إلى المسجد يسقط عنه واجب صلاة الجماعة في المسجد وفي هذا الحديث وضع وصنع الطعام للأضياف ولأصحاب الفضل والمكانة قوله فدعاه إلى منزله فيه إجابة النبي صلى الله عليه وسلم لدعوة من دعاه قال فزاره وطعم عنده في هذا دلال على أن الزيارة تكتمل بأكل الطعام عند من تمت زيارته وقوله فلما أراد أن يخرج يعني لما أراد أن يعود أمر بمكان من البيت يعني أنه أراد أن يضع محل للصلاة في البيت وفي هذا دلالة على استحباب تخصيص مكان من البيت لأداء الصلوات بحيث يعتاد الناس على أداء الصلاة في البيت وأهل البيت من النساء والصغار يشاهدون الصلاة وموطن الصلاة فتتعلق قلوبهم بالصلاة وفي الحديث تهيات مكان الصلاة وترتيبه والحصير فراش كانوا يصنعونه من خوص النخل أو بعض مخلفات النبات قال ونضح طرف الحصير يعني أنه رشه بماء إما لتنظيفه وإما لتبريده قال فصلى عليه ركعتين ودعا لهم في هذا مشروعية أن يصلي الإنسان ضحى وسدل به على مشروعية صلاة الضحى وهل الأولى أن يواصل الإنسان عليها أو أن الأولى أنه يأتي بها في بعض الأيام دون بعض والظاهر مشروعية الإتيان بها في كل يوم فقد جاء في حديث أبي ذر وحديث أبي هريرة وحديث أبي الدرداء رضوان الله عليهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاهم بركعتين الضحى وقد قال صلى الله عليه وسلم يصبح على كل سلام من ابن آدم كل يوم صدقة وكل تشبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما المرء من الضحى ما يدل على تأكد هاتين الركعتين صلاة الضحى وقوله ما رأيته صلىها إلا يومئذ قد يكون لكون صلاة الضحى تؤدى في وقت غير أوقات الصلاة ومن ثم لا يشاهدها الناس وبعض أهل العلم قال بأن من صلى في الليل اكتفى بصلاة الليل عن صلاة الضحى ولكن الأظهر مشروعية المداومة على صلاة الضحى لكثرة الأحاديث الدالة على مشروعية هذه الصلاة حسن الله إليكم قال عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أوضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء قوله هنا إذا أوضع العشاء وهو الطعام الذي يؤكل في آخر النهار أو أول الليل وقوله قيمة الصلاة يمكن أن يكون المراد صلاة المغرب يمكن أن يكون المراد صلاة العشاء قوله فابدأوا بالعشاء يعني بأكل الطعام وذلك لأن النفس تتوق لهذا الطعام وبالتالي قد تشتغل به تفكرا وفيشغلها عن الخشوع في الصلاة وفي هذا وفي هذا تقديم الطعام على إقامة الصلاة وفي هذا أنه إذا كانت الجماعة قد أقيمت للصلاة ونفس الإنسان تتوق لأكل طعامه قدم أكل الطعام على أداء الصلاة وفي هذا أيضا أنه لا يعجل الإنسان في طعامه من أجل إدراك الصلاة أثابكم الله قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قدم العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم في هذا الحديث تقديم أكل الطعام على أداء الصلاة إذا كان الطعام حاضرا وقد تم تقديمه وهذا يشعر بأن الطعام إذا لم يقدم بعد وأقيمت الصلاة فإنه تقدم فإنه يقدم أداء الصلاة على انتظار الطعام وفي الحديث دلاله على ما كانوا يفعلونه من تقديم وجبة العشاء حيث كانوا يتناولونها قبل المغرب وفي هذا الحديث أيضا أن من كان يتعش فوق كيمة الصلاة فإن الأولى في حق أن يواصل في عشائه وأن لا يستعجل في تناوله الطعام من أجل أداء الصلاة جماعة حسن الله إليكم قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع عشاء أحدكم وكان أحدكم على الطعام وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجل حتى يقضي حاجته ويفرغ منه قوله هنا وفي الحديث السابقة إذا وضع العشاء وقوله قدم العشاء ظاهره أن من طريقتهم أن يأتوا بأطعمتهم فيقدمها لهم في محل جلوسهم وأنه ليس من شانهم أن يقوم من موطن جلوسهم إلى مكان مخصص لتناول الطعام وفي الحديث دلالة على تقديم تناول الطعام الذي وضع وقدم على أداء الصلاة ولو كانت الصلاة قد أقيمت وفي هذا دلالة على أن الإنسان لا يستعجل في تناوله للطعام حتى ولو كانت الصلاة قد أقيمت ثابكم الله وقال أيضا وكان ابن عمر رضي الله عنهما يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيه حتى يفرغ وإنه لا يسمع قراءة الإمام هذا من ما يدل على حرص ابن عمر على تطبيق السنة مع ما كان عنده من العبادة في هذا دلالة على أن بعض الأفعال يظن أنها أولى وأفضل ويكون الأمر بخلاف ذلك فإنه قد يظن أن ترك الطعام من أجل الصلاة المقامة أفضل ولكن الحديث دل على خلاف هذا ثابكم الله قال عن الأسود قال سألت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته فقالت يكون في مهنة أهله تعني خدمة أهله فإذا حضرت الصلاة وسمع الأذان قام فخرج إلى الصلاة في هذا الحديث احتساب لإنسان الأجر في قيامه بحوائج أهل البيت وخدمتهم وفي هذا الحديث أيضا أن الإنسان عند سماع الأذان يستحب له أن يبادر وأن يخرج إلى الصلاة وفي الحديث بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من خلق فاضل في خدمته لأهله وفي الحديث من الفوائد قيام الإنسان بما يعود بالنفع لأهل بيته أثابكم الله قال عن أبي موسى رضي الله عنه قال مرض النبي صلى الله عليه وسلم فاشتد مرضه فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس فقالت عائشة رضي الله عنها إن أبا بكر الرجل الرقيق إذا قام مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس قال مروا أبا بكر فيصلي بالناس فعادت فقال موريا ببكر فليصلي بالناس فإن كن صواحب يوسف فأتاه الرسول صلى الله عليه وسلم فصل بالناس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بيانوا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من أحوال وأنه تعرض له الأمراض كما يعرض لغيره صلى الله عليه وسلم بل ورد أنه كان يوعك كما يوعك الرجلان وفي هذا الحديث فضل أبي بكر الصديق وتقديمه في الإمامة في الصلاة وما ذاك إلا لفضله ومكانته وفي هذا دلال على أن أهل العلم والفضل أحقوا بالتقديم ومن ذلك التقديم في إمامة الصلاة وفي هذا الحديث ما كان يتصف به أبو بكر الصديق رضي الله عنه من التأثر بالقراءة وما كان عليه من البكاء حين قراءة القرآن رحمه الله ورضي الله عنه وفي هذا الحديث مناقشة المرأة لزوجها فيما يصدره من أمور كما ناقشت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك وفي هذا الحديث التأكيد على اتباع ما يقتضي به الشرع من تقديم أصحاب الفضل والعلم وفي الحديث وفي الحديث في قول فإن كن صواحب يوسف يعني النسوة التي ذكرهن الله جل وعلا في كتابه فقوله فأتاه الرسول يعني أنهم أرسلوا رسولا ورجلا بتبليغ أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر بالتقدم للصلاة قال فصلى بالناس يعني أبا بكر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم مما يدل على أمره وإقراره بتقدم أبي بكر وقد استدل به جماعة على أنه هو الأولى بالإمامة العظمى فقالوا قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضيه لديننا أفلا نرضاه لدنيانا حسن الله إليكم قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه وكان تبع النبي صلى الله عليه وسلم وخدمه وصاحبه قال لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا وإن أبا بكر رضي الله عنه كان يصلي لهم في وجع النبي صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه حتى إذا كان يوم الاثنين قيمة الصلاة فذهب أبا بكر يتقدم وهم صفوف في صلاة الفجر فلم يفجأهم إلا نبي الله صلى الله عليه وسلم قال بالحجاب فرفعه فكشف ستر حجرة عائشة رضي الله عنها ينظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف ثم تبسم يضحك فلما وضح وجه النبي صلى الله عليه وسلم ما نظرنا منظرا كان أعجب إلينا من وجه النبي صلى الله عليه وسلم حين وضح لنا فهممنا أن نفتتنا من الفرح برؤية النبي صلى الله عليه وسلم ما حين رأوه فنكس أبو بكر رضي الله عنه على عقبيه ليصل الصفة وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد الخروج إلى الصلاة فأومأ النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى أبو بكر أن يتقدم وأشار إلينا بيده أن أتم صلاتكم ثم دخل الحجرة وأرخى النبي صلى الله عليه وسلم الستر فتوفي من آخر ذلك اليوم فلم يقدر عليه حتى مات قوله وكان تبع النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن أنس ابن مالك كان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ويخدمه في هذا فضيلة خدمة أهل العلم والفضل قوله لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا لمرضه وفيه أن المريض تسقط عنه صلاة الجماعة متى كانت صلاة الجماعة مؤثرة عليه يعجز أو يعجز عنها وفي هذا الحديث فضل أبي بكر الصديق وتقدمه على الصحابة في الصلاة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وإقراره وفي هذا أن أهل العلم والفضل أحق بالإمامة وقد اختلف من هو الأحق بالإمامة هل هو الأقرأ أو الأفقه فقال أحمد يقدم الأقرأ وقال مالك والشافعي يقدم الأفقه والقول الأول أظهر وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سوا فأعلمهم بالسنة وفي هذا الحديث من الفوائد أن الإمام لا يتقدم لمكان الإمامة إلا بعد إقامة الصلاة ولذا قال هنا فذهب أبو بكر يتقدم وفي هذا الحديث مشروعية أداء الصلوات صفوفا وفي الحديث الاطلاع على أحوال المصلين وتفقدهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قد كشف الحجاب والستر ليتفقد أحوال المصلين وفي هذا الحديث مشروعية لقي الإنسان إخوانه المؤمنين بالتبسم والاستبشار وفي هذا الحديث أن الإنسان يفرح برؤية أهل الفضل وأهل العلم كما كانوا يفرحون برؤية النبي صلى الله عليه وسلم حين رأوه وفي الحديث أنه إذا حضر الإمام الأصيل فإن النائب عن الإمام يتأخر ويقدم الإمام الأصيل وقد ذكر بعض أهل العلم في فوائد هذا الحديث أنه رجع القهكرة في صلاته أو أنه قد يتقدم لأمر ينزل به وفي الحديث أيضا أن الإنسان قبل دخوله في الصلاة لا بأس أن يتلفت على ما حوله فإن حجرة عائشة رضي الله عنها لم تكن في قبلة المسجد وإنما كانت في زاويته فمعنى هذا أنه قد التفت والتفت جهة النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا الحديث مشروعية تأخذ الأحكام من الإشارات فإن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليهم بيده أن أتم الصلاة وأشار لي أبي بكر أن يتقدم وفي الحديث ذكر مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته نعم أحسن الله إليكم قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعوه وقيل له في الصلاة فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس قالت عائشة رضي الله عنها إن أبا بكر رضي الله عنه رجل رقيق إذا قرأ غلبه البكاء قال مروه فليصلي فعاودته قال مروه فليصلي إن كن صواحب يوسف في هذا الحديث ذكر مرض النبي صلى الله عليه وسلم وبيان فضيلة أبي بكر الصديق وتقديم النبي صلى الله عليه وسلم له في الإمامة بالصلاة وفي الحديث أن الإمام الأصيل إذا جاءه ما يشغله فإنه يوكل نائبا يقوم عنه بأداء الصلاة وفي الحديث مراجعة عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم في أمره الأول فلم ينكر عليها وإنما أنكر عليها لما عاودت عليه المراجعة وفي الحديث الالتزام بما يصدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والامتثال لما يأتي عنه ثابكم الله قال عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما أن أهل قباء اقتتلوا حتى تراموا بالحجارة وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه أن بني عمر بن عوف بقباء كان بينهم شيء فقال اذهبوا بنا نصلح بينهم فصل الظهر ثم ذهب إلى بني عمر بن عوف ليصلح بينهم في أناس من أصحابه فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم فحانت صلاة العسر ولم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فجاء بلال المؤذن إلى أبي بكر رضي الله عنهما فقال حبس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حانت الصلاة أتصلي للناس فأقيم قال نعم إن شئتم فأقام بلال الصلاة فتقدم أبو بكر رضي الله عنه فكبر للناس فصلى فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة يمشي في الصفوف يشقها شقا فتخلص حتى وقف في الصف الأول فأخذ الناس بالتصفيح قال سهل أتدرون ما التصفيح هو التصفيق وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته حتى يفرغ فلما أكثر الناس التصفيق ورأى التصفيح لا يمسك عليه التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصف خلفه فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امكث مكانك فأمره أن يصلي فلبث أبو بكر هنيه فرفع يديه فحمد الله على ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك ثم استأخر أبو بكر فرجع القهقر وراءه حتى استوى في الصف فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك تقدم فصلى للناس فلما انصر فقال يا أبا بكر ما منعك أن تثبت وتكون مضيت تصلي للناس إذ أمرتك فقال أبو بكر ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم بالتصفيح ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق من رابه شيء في صلاته فليسبح ليقول سبحان الله فإنه لا يسمعه أحد إذا سبح إلا التفت إليه التسبيح للرجال وإنما التصفيق للنساء قوله هنا إن أهل قباء اقتتلوا أي صار بينهم مشكلة أدت إلى اشتباكهم بشيء من المقاتلة ولا يلزم من ذلك وجود قتلى في ذلك قال حتى تراموا بالحجارة فيه أن الاقتتال بين أهل الإسلام لا يزيل الإيمان وأن الناس يبقون على إيمانهم وفي هذا دلالة لمذهب أهل السنة بالقول بأن الإيمان لا يزول بالكلية عند فعل الكبيرة خلافا للوعيدية وقوله بلغه أن بني عمر بن عوف بقباء كان بينهم شيء يعني من الاختلاف والتنازع وفي هذا التبليغ بما قد يحدث من الاختلاف لمن يمكن أن يكون له أثر حسن في إزالة ذلك الاختلاف فقال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه اذهبوا بنا نصلح بينهم فيه احتساب الأجر فالإصلاح بين المتخاصمين كما هو داب النبي صلى الله عليه وسلم وفيه أنه لم ينتظر مجيئهم إليه بل هو الذي ذهب إليهم قال فصلى صلاة الظهر يعني في المسجد ثم ذهب إلى بني عمر بن عوف ليصلح بينهم في أناس من أصحابه أي أنه ذهب إليهم وفي هذا اجتماع جماعة من أجلي عمل الخير ومن ذلك الإصلاح بين المتخاصمين وفي هذا الحديث أن جهود الإصلاح قد تستمر أوقات كثيرة وقوله فحبس يعني أنه تأخر عن أداء الصلاة قال فحانت صلاة العصر أي جاء وقت أدائها ولم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فجاء بلال المؤذن إلى أبي بكر فيما سبق أن الإمام الأعظم قد يتدخل في الإصلاح بين الناس وفيه أنه قد يطلب من بعض الناس أن يشاركوه في هذا الإصلاح وفيه أنه قد يؤتى للمتنازعين في مواطنهم ليصلح بينهم قوله هنا فجاء بلال المؤذن إلى أبي بكر معناه أنه عند تغيب الإمام والياس من مجيئه فإن المؤذن يتصرف بتقديم من يراه أنسب للإمامة فقال بلال لأبي بكر حبس رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أنه تأخر بسبب جهوده في الإصلاح بينهم وقد حانت الصلاة يعني أن وقت الصلاة المعتاد قد جاء وفي هذا اختيار وقت لإقامة الصلاة يعلمه الناس قال بلال لأبي بكر أتصلي للناس أي هل تكونوا إماما تأمهم في الصلاة فأقيم فقال أبو بكر نعم أي أقم الصلاة ولا مانع أن أتقدم لإمامه إن شئتم فأقام بلال الصلاة مما يشعر بأن الإقامة من عملي المؤذن قال فتقدم أبو بكر فيه تقدم النائب عند غياب الإمام الأصيل قال فكبر للناس فصلى فيه مشروعية رفع الصوت بالتكبير في الصلاة قال فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة فيه أن الإمام الأصيل إذا جاء للناس وهم في صلاة صلى معهم ولا يؤخر الإمام النائب وفي هذا الحديث تجاوز الصفوف في الصلاة ليصل الإنسان إلى أوائل الصفوف إذا لم يكن هناك أذى للآخرين وقوله فتخلص أي أنه تمكن من أن ينهي تجاوز الصفوف حتى وقف في الصف الأول قال فأخذ الناس بالتصفيح والتصفيح نوع من أنواع التصفيق لا يكون بضرب جميع الأصابع وإنما يكون ببعضها وقد يكون الضرب على قفى اليد لا على بطنها وفي الحديث أيضا الالتفات في الصلاة في الصلاة إذا ناب الإمام ما قد يحتاج معه إلى الالتفات وفي الحديث أيضا أن من نابه في صلاة من الرجال فإنه يسبح ولا يصفق وفي الحديث أن لا صلى أن الإمام لا يلتفت في صلاة وهكذا المأموم إلا أن يكون هناك أمر نزل به وفي الحديث استعمال الإشارة في الصلاة من أجل التنبيه على أمر من الأمور فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد كبر وأشر إلى أبي بكر أن يبقى في مكانه فهذه الإشارة إشارة في أثناء الصلاة وفي الحديث فضل أبي بكر الصديق حيث أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى إماما له صلى الله عليه وسلم في تلك الصلاة وفي الحديث أن من جاءته نعمة وخير فإنه يحمد الله تعالى حتى ولو كان في صلاة وفي هذا الحديث أن الإمام إذا نابه شيء أو جاء الإمام الأصيل فإنه لا بس أن يرجع ليصلي مع الجماعة وفي الحديث أن الإنسان قد يكبر في الصلاة بنية أن يكون مأموما ثم يتحول ليكون إماما كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفي الحديث أيضا السؤال عن تصرفات الإنسان ليعرف وجهها ولذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقال يا أبا بكر ما منعك أن تثبت وتكون مضيت تصلي للناس إذا أمرتك وفي هذا دلال على أن الإشارة قد يفهم منها الأمر وفي هذا الحديث توضع أبي بكر ومعرفته بفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الحديث أنه إذا عرض للناس مسألة يحتاجون إلى بيان الحكم الشرعي فإنه يبين لهم على شكل موعظة أو كلمة وفي الحديث مشروعية الخطبة والموعظة بعد أداء الصلاة المفروضة وفي الحديث مشروعية التحديث وبيان الأحكام الشرعية بعد صلاة العصر وفي الحديث إنكار الإنسان على من خالف في تصرفاته مقتضى ما جاءت به الشريعة وفي الحديث أن من نابه شيء في صلاته فإنه يسبح ويكتفي بذلك إذا كان من الرجال وأما النساء فإذا كان في الصلاة شيء من المخالفة فإنه يشرع لهن التصفيق وفي الحديث أن الرجال لا يصفقون وإنما يكون شانهم أن يجتنبوا التصفيق فإذا منع منه في حال الاحتياج لتنبيه الإمام فهذا دل على أنه يمنع منه الرجال مطلقا وفي الحديث أن الإمام إذا احتاج إلى تنبيه فإنه يقال له سبحان الله وفي الحديث جواز التفات لإنسان في صلاته التفات غير مخل إذا كانت صلاته تحتاج إلى هذا الالتفات فهذا شيء من فوائد هذه الأحاديث وأحكامها بارك الله فيكم ووفقكم لكل خير وجعلكم من الهداة المهتدين هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين